في تونس رصد خطة اخوانية لاختيال قيس سعيد بعد توجيه ضربة كبرى من قيس سعيد لجماعة الاخوان الارهابية والتغيير الوزاري مصدر حكومي مصري وفجر مفاجأة تنسف جميع التسريبات مفاجأة كبر اكبر الاقتصادات العربية في 2021 بننشر لحضراتكم تفاصيل عن ترتيب مصر في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول عاوزين نوصل الف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل اكتر من الف تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا ادها وطنيين نبدأ في التفاصيل اول خبر مهم معانا وتونس رصد خطة اخوانية لاختيال قيس سعيد بعد توجيه ضربة كبرى منه لجماعة الاخوان الارهابية كشفت تقارير تونسية ان الاجهزة الامنية تشدد الحراسة حول الرئيس التونسي قيس سعيد بعد ان رصدت خطة اخوانية لاختياله بعد قراراته الثورية بالامس واعلنت ميليشيات تابعة تنظيم الاخوان الارهابي غربي ليبيا حالة الطوارئ داخل معسكراتها واستعدت كافة عباصرها باوامر عليا من قادة التنظيم تزامنا مع قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد باقالة الحكومة وتجميد عمل مجلس النواب ذي الاغلبية الاخوانية جاء هذا بعد اعلان خالد المشري رئيس ما يسمى المجلس الاعلى للدولة التابعة لتنظيم الاخوان في ليبيا وصاحب النفوذ في مؤسسات الدولة الغربي ليبيا رفضه لقرارات الرئيس التونسي وصفا اياها بالانقلاب المصادر قالت داخل ترابلوس حسب ما نشرت سكاي نيوز العربية ان هناك اجتماعات لقادة تنظيم الاخوان الارهابي في ليبيا اجرية بعد قرارات الرئيس التونسي وحدث تواصل مع قيادات الاخوان في تونس وبعدها اعلنت ميليشيات الاخوان حالة الاستنفار داخل معسكراتها في ليبيا المصادر اوضحت ان ثلاث معسكرات تبعد عن الحدود التونسية 218 كيلو متر كانت من بين المعسكرات التي استنفرت عناصرها وان هناك تحركات تم رزدها للميليشيات تجاه الحدود التونسية وكان المشري صارع للتعبير على حسابه بتويتر رفضه قرارات الرئيس التونسي التي مست تنظيم المنتمي اليه وقال نرفض الانقلابات على الاكسام المنتخبة وتعطيل المصارات الديمقراطية حسب زعمه وانتقد الليبيون تغريدة المشري وهاجموه باشد العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوه وتنظيم الاخوان باكبر المنقلبين على الشرعية في البلاد في المقابل بارك القائد العام لقوات المسلحة الليبية خليفة حفطر انتفاضة الشعب في تونس ضد الاخوان حفطر قال نتطلع الى انطلاق تونس نحو تحقيق امان شعبها في مستقبل زاهر بعد قضاء على اهم عثر في طريق تطورها ومساء الاحد قرر سعيد تجميد كل سلطات مجلس النوابة رفع الحصانة عن اعضائها واعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه كما قرر بمجاب الفصل 80 من الدستور التونسي ان يتولى رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس وتولى السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرقصها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية وفي كلمة له بعد اجتماع طارق مع قيادات امنية وعسكرية قال الرئيس التونسي لن نسكت على اي شخص يتطاول على الدولة ورموزها واضاف بحسم من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص مصدر معنا كان من صحيفة الموجز ربنا ربي سلم تونس وشعبها العظيم الحر اللي بيدافع عن ارضه وعن نفسه ضد جماعة الاخوان الارهابية يعني الجماعة اللي ولقها كله للخليفة البجم التركي اردوغان على رأيي يعني محمد المصري اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر يعني من الواضح جدا ان في خطة كبيرة للاختيال الرئيس التونسي قيس سعيد من قبل جماعة الاخوان الارهابية فانا تمنى ان شاء الله ربنا يقف مع تونس ويخليش هذه الجماعة المنافقة يعني انها تتحكم او تأذي هذا الشعب او رئيسها باذن الله ننتقل مع بعض الخبر اخر ومفاجأة اكبر الاقتصادات العربية في 2021 ننشر تفاصيل عن ترتيب بصر نشرت مجلة فوربس الامريكية تصنيفا لأقوى الاقتصادات العربية لعام 2021 احتلت السعودية المركز الاول في التصنيف وفقا للتقرير الذي نشرته المجلة مؤخرا فقد احتلت السعودية الصدارة وسط بقعات بوصول ناتجها المحل الاجمالي بالاسعار الحالية لـ 814 مليار دولار بنهاية 2021 فيما جاءت الامارات في المركز الثاني مع تسجيل ناتجها المحل الاجمالي في 2021 مستوى عند 4.5 مليار دولار تليها مصر مع توقعات وصول ناتجها المحل الاجمالي لـ 394.3 مليار دولار اللافت في التقرير ان الامارات تقدمت في 2021 مركزا واحدا عن تصنيفها للعام الماضي تقدمت الامارات على مصر في تصنيف العام الحالي تراجعت مصر مركزا واحدا الى المرتبة الثالثة عربيا هذا العام مع توقعات وصول ناتجها المحل الاجمالي 394.3 مليار دولار مقابل 361 مليار دولار في عام 2020 طبعا فيه فرق هائل فيه تقدم ونموه في الاقتصاد المصري واضح جدا والمرتبة الرابعة حل العراق بتوقعات وصول ناتجه المحل الاجمالي لـ 197.7 مليار دولار فيما جاء قطر في المرتبة الخامسة حيث سيبلغ ناتجها المحل الاجمالي 166 مليار دولار هذا العام المصدر معانا كان من RT اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهم والعاجل ما نزعلش ان مصر رجع الترتيب واحد والامارات يعني سبقتها احنا نفرح ان كان الناتج المحلي في 2020 لمصر 361 مليار دولار السنة دي 394.3 مليار دولار ففيه فرق شاسع ونمو وواضح وربنا يسطر على مصر باذن الله ننتقل مع بعض الخبر اخير معانا والتغيير الوزاري مصدر حكومي يفجر مفاجأة تنسف جميع التسريبات كشف مصدر حكومي مصري مطلع عن تفاصيل جديدة فيما يخص التغيير الوزاري المرتقب اكد ان كل ما يوصر حول الراحلين من الحكومة او الباقين لم يتم حسمه بعد اشهر ان الاسماء التي رشحها البعض للانضمام الى الحكومة ليست صحيحة وضح ان الوزراء المرشحون وجوه جديدة لم يسبق ان تم طرحها في وسائل الاعلام وتم اختيارها بعناية مصدر اكد انه لم يتحدد بعد موعد الاعلان الرسمي عن التغيير الوزاري وكانت بعض المصادر قد صربت معلومات تؤكد ان المتوقع اجراء حركة تعديل وزاري كبيرة تشمل عشر حقائب وزارية قابلة للزيادة الى جانب اجراء حركة تغيير في المحافظين بعد اعلان التعديل الوزاري كشفت المصادر ان التعديل الوزاري سيشمل وزراء الدولة لشؤون الاعلام والتنمية المحلية والتعليم العالي والشؤون مجلس النواب وقطاع الاعمال والبترول والثروة المعدنية والبيئة مصادر نوهت الى انه سيتم الاعلان عن التعديل بشكل نهائي اخر الاسبوع الحالي او منتصف الاسبوع المقبل على اقصى تقدير بعد الانتهاء من المشاورات مع مجلس النواب وقيادة بعض الاحزاب الكبرى مصدر معانا كان من صحيفة الموجز واترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر ان شاء الله نتمنى يعني الوزراء الجدد يكونوا على قدر المسئولية ويحسنوا من نتائج الملفات في الوقت الحالي نتمنى الخير لمصر ارضا وشعبا وجيشا ورئيسا ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته